أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة ويتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيدولوجيات المتطرفة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والأربعين لمجلسهم بالقاهرة مؤكدا سيادته أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي ويوفر عوامل التقدم والنجاح كما شدد السيد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال مشيرا سيادته إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا الغرض كما أكد السيد الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربية ضد الأيدولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيد الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم كما أشهد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي لسيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد والتي تعكس الدورة المحورية للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اقترح في ختم اللقاء إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربية بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام أكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربية بشكل منطبم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة بالإضافة إلى توحيد الشباب العربين نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم ذلك لتعمق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي ترجمة نانسي قنقر